الآن نتكلم عن شيخكم الشيخ الأمين الشمقيق رحمه الله تعالى كيف أثر فيك كيف وجدت الشيخ الترحيب هذا البيوت المفتوحة يا شيخ بيوت المشايخ سبحان الله كانت في هذا الزمن يعني سبحان الله نعم وكان في باب الكوة نعم فمن تأثير الشيخ فيها أولا في العقيدة نعم ما شاء الله وكيف ذلك أو كيف حصل هذا لأن الشيخ في مالي زكاه نعم وكان شيخي أشعريا ودرسوا الأشعرية عليه وهو أي شيخي قد زكى الأمين ولما جيت وجدت الأمين الذي زكاه الشيخي يرد على العقيدة الأشعري أو إذا جاءت مناصرة في الكلام على العقيدة في مسألة كذا فيبين الصواب ما شاء الله على ما عليه أهل السنة والجماعة على ما عليه السلب نعم في الأتقاد وعلى هذا فالشيخ فقلت في نفسي لما وجدت الشيخ الأمين له تصحيه أو ردود على هذه المسائل العقيدية الأشعرية فهذا دفعني دفعا إلى أن تنتبه للشيخ الأمين وأن أتمسك بالعقيدة السنية التي يشرحها عندما يأتي مناسبة لنقد العقيدة الأشعرية فقلت إذن فهو شيخي كان أشعريا والذي زكاه شيخي الأمين ليس بأشعري إذن فهذا دفعني إلى التمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة عن طريق الأمين لأنه كانوا يبينوا أيضا رأيته فهذا والله أثر فيه كثيرا ولأني أعرفت العقيدة الأشعرية فكان الشيخ إذا جاءت مناسبة ويتكلم على هذه المسائل العقيدية أجده وضوحا يعني أعرفها بالأول أعرفه بالأول وأعرف رد الشيخ عليها على هذه المسائل العقيدية وعندك مكتوب بخط اليد نعم موجود مكتوب نعم اللي هو شيخنا ما هو؟ أي الدليل القائد أول كتابة لكشف أيوه كان للشيخ في مالي نعم لكشف أيوه لغيراء تعالى هو من إرشاداتي لي رحمه الله لكن هو الرجل هذا الشيخ في مالي من جهة أو ذك ما فيه من فضيلة أو ما فيه من صفة جيدة أنه لم يكن متعصبا تعصبا شديدا لم يكن متعصبا لكن هو ما وجده هنالك ولم يخرج حتى الحج ما حج لكن من توفيق الله له أنه حصل على هذا العلم وشيخه كان صاحب علم أيضا كذلك صاحب علم هم من الأفذاذ والفضلة من علماء تلك البلاد وأيضا كذلك كان صاحب علم ولهذا الشيخ يستوجب على الطلاب الآن أن ينشر عقيدة السلف الشيخ نعم 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 إلى أنهم كانوا شاعرة نعم هذا كانوا شاعرة لأنه لم يخرج قصدي المقصد أنه شيخ في مالي لم يخرج ولم تصل إليه هذه الآثار الكتب سبحان الله وصلته فتوى واحدة عاش وأنظهر وقبل هذا الفتح كون وصلته العقيدة ولذلك أخيرا لما وصلت إلى هنا أخيرا قبل أن يتوفى لنتوفي عام 1399 فقبل أن يتوفى كان يرسله سبحان الله وكان يقول في بعض رسائله لو لا الوقت أريكم خطه ورئ بعض رسائله يقول لي أرسل إلي ما تجده للكتب الجيدة التي لا توجد عندنا شوف شوف إلى أخلاقه دليل إنصاف هذا هو فئلا لما قال لي هذا وأنا عرفه جيدا من الكتب التي أربعسته أو بعصتها إليه كتاب المستدرك للحاكم ومنها وهو محل الشاهد أو محل النظر في عمره أو مما يدل على إنصافه عمدته إلى كتاب اسمه موافقة الصحيح المنقول بصريح المعقول بشكل الإسلام التيمية وهذا في وصول العقائب وهذه وهكذا ماشا الله فبعصته إليك ماشا الله ماشا الله بعصته إليك ماشا الله فكان هذا الكتاب آخر كتاب كان يقرأ فيه كثير كما قال لي أولاده أتى مات سبحان الله لا إله إلا الله مع أنه تأثر به مع أن سبحان الله هذا الكتاب من ذهب بهذا الكتاب إليه أحد الهجاج جاء من مالي وعرفته فلما اتصلت به وكنت أريد أن أرسله هذا الكتب إليه فقلت لو عندك كتاب أريد أن أرسله إلى شيخي لكنه كتاب لا يوجد عندنا هكذا ما قلت في ذلك الوقت له فلما قلت هو كتاب لا يوجد عندي لا يوجد عنده أو عندكم في البلاد هناك فكأني فعلت أو أتيت ما لا يجوز أن أتيه فقال فسكت في اليوم الأول سكت وفي اليوم الثاني فقال لا بس تعال بس لكن ما كان ارتضى هذا الكلام كيف كتاب ما يوجد عندنا هناك فلما جيت اليوم الثاني ليعطيه الكتاب قال لي أو قال لي مضيفه كان نازلا للشخص قال له صاحبك هذا أنت تعرفه قال لي سيأتني في كتاب أذهب به ووطيه لشيخه في مال والكتاب الذي لا يوجد عندنا أنا لا أذهب به سبحان الله نقص دويق يخالف عقيدتنا هو هذا لأنه يقولون هنا بلاد الوهابية هذه فكرة عندهم سبحان الله في فارغ جدا هذه فكرة عندهم وكيف أخذه شيخنا هو كان أمينا قبل مني في من أول وحدة لما ذكرت الله هذا الكلام استساغه استساغه لكن ما أظهر لعدم رضاه به لكن قال لي سائل مضيفه أنا قبلت أنا قلت أذهب به وإذا الكتب والكتاب الذي لا يوجد إلا أن أذهب به فأخذ فيه سبحان الله وأعطاه لشيخ ماشا الله ماشا الله وأنه كان يكرهه يكره الكتاب ولا يعرفه هذا يكرهه ولا يعرفه تكتخنا هذا العداوة التي من المخالف دون أن يعرفك وهذا الدل على أنه ما عنده موقود لا يكره لا يكره لا يكره من جعل الشيخ عادة يحارب شيئا لا يعرف منه لا يعرفه لو أنت قطعت الغلافة شيخنا وعطيته قتله هذا الشيخ للمالكية قال والله كلام ممتاز إذا كان غيره